الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبهي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله إنه سؤال يتجه إلى فكري في هذه الأيام لا أستطيع إعراضا عن الإجابة عنه سؤال يلح علي قائلا أحقا هذه الأمة التي يفيد بها العالم عالمنا اليوم أمة مسلمة كما تزعم وتدعي دعك من الشعارات المرفوعة والمآذن المضيئة والأسوات الجميلة التي تردد آيات الله دعك من هذا كله هل يستبين معنى الإسلام في حياة من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم وَهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى الْمِلْيَارِ كَمَا تَعْلَمُونَ Il y a une question qui me taraude depuis un certain temps et que je n'arrive pas à éviter ni à éluder cette question qui ne cesse de me tourmenter la voici est-ce que cette communauté à laquelle nous appartenons est vraiment toujours musulmane comme elle l'affirme et le prétend à tout goût de champ ? laissons de côté les minarets décorés les mosquées enluminées les voix magnifiques qui récitent le Coran les apparences et les simulacres de piété laissons tout ça de côté un instant et concentrons-nous sur le fond est-ce que l'islam transparaît vraiment au travers des faits et gestes de ceux qui se disent musulmans à l'heure actuelle et qui représentent plus d'un milliard d'individus ? everybody donc... il existe au moins la première fois au moins à la première fois la première fois pour le championnat qu'elle est-ce qu'elle est بعضا وأنظر إلى المجتمعات التي تزعم أنها مجتمعات مسلمة مؤمنة وإذا هي كالبنيان المتفسخ الفاسد الذي يتهاوى بعضه على بعض أفهم مسلمون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كان جسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأنظر إلى حال المؤمنين اليوم إلى حال المسلمين وإذا هم تحولوا إلى أشلاء متناكرة متخاذلة متجاهلة فالقتل يستحر والظلم ينزل بدون حساب والبلاء يهوي ليلة لها على إخوال لنا مسلمين مؤمنين في فلسطين وأنظر إلى بقية المسلمين أنظر إلى المليار والربح وإذا هم تائهون معرضون كلهم يتعرفون على جعله وحاله كلهم يتعرفون على مسالحه الشخصية كلهم يتعرفون نزواته ورعوناته والله إضافًا Le Prophète de l'Islam a dit dans sa Sunna LE croyant est pour LE croyant comme un édifice solide dont chaque partie soutient l'autre Or il suffit d'observer d'un aille impartial les sociétés qui se disent musulmanes aujourd'hui pour constater qu'au lieu d'être un édifice solide comme le demande le Prophète صلى الله عليه وسلم مستشفى أنهم يستطيع الأدفق من جميع أموراني التي تنسلللل على الجهة المقرارة لن يساعدني أصنع الله وفي السلام أن الأساسي المسلمين فيهم قطع أحباني وفقا مصنع وفقا مصنع أصنعه يساعدني أصنعه عندما يتعون أمور سفر يرى كل شخص يحواني ويجبه حالاً، يجب أن يظهر الى حالة هذه المسلمة ويجب أن يكون لديهم من المسلمون ويجب أن يكون ألعب بشكل مريض ويجب أن يكون لديهم في أحيانات مريضة ويجب أن يكون ألعب بشكل مريضاً dont tous les membres sont disjoints et disloqués, chacun allant dans un sens différent auprès des vents et des marées. A-Leist-a-me-la-si-la-père-il-a-de-ex-mil ne perdeu ? A-Leist-a-me-la-que tu va les m'amma que l'amma m'amma? Da-Leist-a-me-la-qu'et... A-Leist-a-me-la-qui-l À-Leist-a-me-la-pé-l-a-d'é-de-ne-gu-l-an-a-d'h-à-d'al-a-de-h-e-s-t-e-w-m-me-m-s-t-e-s-l-s-t-e-m-m-s-e-d-e-s-t-e-la-d'e-h-t الذي بدأ ولم يقف أتأمل في هذا الظلم الذي استشراه كالنار الملتهبة أتأمل فأجد أن قطاع غزة اليوم توشك أن تصبح أثراً بعد عين وقادة العرب والمسلمين في لهو لاهل وفي إعراض عجيب وغريب أتأمل فقط أن يحدث على السبيل لا يسأل الله سلم أسأل الله سلم أسأل الله سلم سيدي وغريبا سأخذ رائع على هذا بانًا يزال أنني أحذى هذا بانًا كبد على المنزلًا والتي لن تبدأ على ذلك السابع من انتهيه كما يبدأي أن يتوجد لمساعدت ولكن كان قروراً في رأكس التأثيرات حقاً ون formula فقط هل تكونوا يمثلوا على أكثر قد نفسه هذا أدخل صديق الذي يسعنونه الذي يسعنونه كله يسعنونه على رفتة صلى الله عليه وسلم هل تكونوا على أكثر قد نفسه هذه المدينة التي يجب أن يسعنونه فيها مجموعة من أن يسعنونه يجب أن يسعنونه كله فيها أميزيزتها أحسنًا فهذا كان على الحقيقة النوارات العامية وعلى انها مدعولة نظام كامل تقرير من الإسلام يا أكو تقرير من الإسلام فالإنسانية تقفى تتحماعيز من هذا الإعراضي القرري من هذا الإعراض والمسلمين كيف يمكن للعاقل أن يتصور هذا المعال الذي آل إليه من يسمون أنفسهم مسلمين وهذا يوم القيامة إذا قامت محكمة الدليان سيتبيل إن كانوا مسلمين أو لم يكونوا كذلك أخذتك سيكون لديهم مسلمين وليسياً وأιموه بشكل في أصول جديد من رقمي أو يوموا i أمساء الجيدة من الاجتماعين ذلك دورياً أين أنفسهم متألة؟ هم انظرة أذية والمعلمات العالمية؟ هم انظرة أتوا إبطاية؟ هم انظرة أعراق صغيرة؟ هم أنظرة أعراق؟ أي أنظرة أذية تعريقيةية؟ لن يمتح الهربية و في يشعر الهاتف من فقود و في لا يشعران الى ي تماما كان رجاء النبي سيحن فالن تفكر في هذه الثلاثة سن ونهر لفظش ون سلع لفظش خلقهم يثيرون وليس لديهم أن تتعب فيها على أكثر من فرصاً وليس لديهم إباد الله هو العجز؟ العجز هو الذي يمنعنا من أن نقوم بنسرتي إخواننا الذين يذبحون ويقتلون وتشفك دماؤهم صباح مساء وليل نهار من قال إنه العجل ليس هناك عجل قط وهذه الدول التي أقامت علاقات يسمونها ديبلوماسية أو يسمونها تطبيعية مع هذا العدو الأرعب مع هذا العدو المجرم الذي يضرب المثل الأحق في الهمتية قليل من تطبيعية النبات من تطبيعية أم ليس هناك قليل ان يسا70 أن vocals نجزب linكو solمادة وأن يكون الشبدية التي تساعدت مساعدة تالك عَيْن باشيد без عمل lifود لأجِسل قليل ذي إليها أكثر من المسلمين في مجمعها أنها في المسلمين لم تكن من المسلمين المسلمين يتبعون ربما أنهم ونحن خلاله في المسلمين ما يمكنهم الإسلام على الاعتماد أن يقومون بخير على أموالا ومنطرهم أموالا إن ربنا سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية بأن ينصر عباده المسلمين ألزم نفسه القدسية بأن يرد على خائنة العدوان خائنة العدوان على المؤمنين فقال تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولكن أي المؤمنين يا عباد الله أي المؤمنين المؤمنين الصادقين الذين أتبعوا القول بالعمل المؤمنين الصادقين الذين لم تكذب ألسنتهم قلوبهم كونوا من هؤلاء المؤمنين وانظروا من بعد انظروا من بعد كيف يتضاءل هذا العدو الأرعى إلى أن يصبح كالحشرة التافية من الذي حول هذه الحشرة إلى عدو خطير وإلى وحش كاسر من الذي حوله إلى هذا نحن نحن تخاذ الله نحن أعرضنا على الكتاب الله أعرضنا على الله وليل تزام الذي ينزمنا بيه نحن أنه ينزمنا بيه Et s'il vous abandonne, qui donc en dehors de lui pourrait vous secourir ? Certes, les croyants placent leur confiance en Dieu. Mais de quels croyants le Seigneur croyez-vous qu'il veut parler ici ? Veut-il parler des musulmans froids et calculateurs que nous sommes devenus ? Non, il veut parler des croyants sincères qui joignent le geste à la parole, des croyants qui tiennent leur promesse envers lui, des croyants qui ne font pas acte d'hypocrisie. Soyons ces croyants-là, mes frères, et alors Dieu nous secourira sans que personne ne l'emporte plus sur nous. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et comment la grenouille s'est-elle transformée en gosse, ou plutôt en vaudor, s'il m'est permis de faire cette relation ? Par notre soumission servie, la voilà la raison ! Par notre compromission coupable, par notre éloignement des commandements de Dieu ! ! Par notre éloignement des commandements de Dieu ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? وصدق الله العظيم ولكن أين هم الذين يتفاعلون ويتعاملون مع هذا الكلام الرباني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إرهاما لمن جحد به وكفى عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عزا من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورب اللهم عن الخلفاء الراشدين ببالقدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم مزقهم كل ممزقين مزفته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تسلط الأعداء فينا يا رب ما كسبت أيدينا اللهم يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف ذر أيوب ويا من أجاب دعوة زكريا ويا من قبل تسفيح يونسا بمتى نسألك يا الله بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنشز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت آماننا وعزتك إلا منك وخابت رجالنا وحقك إلا فيه إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عادة العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين والحمد لله رب العالمين وإباد الله إن الله يعبر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأكم الصلاة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت